السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه? ان شاء الله تكونوا تمام وفي افضل حال. هتكلم معكم النهاردة ان شاء الله عن اهم الاسباب لتورم وتضخم اللسة. وازاي كمان نتعامل مع الاسباب دي. رقم واحد هو وجود الجير على الاسنان. اه وجود الجير على الاسنان بيعمل تضخم وتورم في اللسة. وفي الحالة دي مجرد ما تعمل تنظيف للجير بترجع اللسة للوضع الطبيعي. يعني ممكن تدخل عادة الاسنان يبقى عندك تضخم في اللسة وتضخم ده بسبب موجود نسبة جير على الاسنان في الحالة دي مجرد ما الطبيب بيعمل يعني لما يعمل تنظيف ويشيل الجير اللي موجود على الاسنان ده تبدأ اللسة بتاعتك ترجع للوضع الطبيعي وبالتالي التضخم ده يبدأ ينزل تدريجي وتقريبا بيكون في مدة خلال سبع لخمستاشر يوم يعني من سبع ايام لخمستاشر يوم اللسة بترجع طبيعي. طيب لو عملت تنظيف جير وفاضل جزء معين في اللسة في تورم او تضخم. في الحالة دي اللي بيحصل كل الموضوع بتاخد شوية بينج صغيرين في المكان اللي هو في تضخم ويبدأ طبيب الاسنان يشيل جزء اللسة اللي حصل في تضخم زي الصورة اللي موجودة قدامكم على الشاشة دي. السبب التاني اه لتورم وتضخم اللسة هو اثناء تغيير الهرمونات. وتغيير الهرمونات ده دايما بيحصل في السيدات اكتر من الرجالة وبيكون اثناء فترة الدورة الشهرية او اثناء فترة الحمل. وهنا لازم طبيب الاسنان يبقى ناصح شوية. في الحالة دي العلاج ما بيبقاش داخل عائلة الاسنان. في الحالة دي بتعالج السبب الاول من خلال طبيب او طبيبة النساء. زي كده بالزبط لما تبقى في بيتك وعايز تعمل حاجة معينة مسلا في ميا في حمام انا بحاول ابسط الامور في ميا موجودة في حمام مستحيل. الميا دي تنشف الا لو عملت ازالة للسبب اللي هو انك تقفل الحنفية اللي بتسبب نزول الميا. انا مفعش تجيب اي حاجة وتبدأ تنشف في الميا دي. وانت عندك سبب عمال هو اصلا اللي بيسبب اه وجود او تكوين الميا دي بشكل كبير. انا بحاول اوسط الامور بس شوية. طيب في الحالة دي اه طبيب النساء بيعالج الموضوع ده يبدأ بالزبط الاسر الجانيبي اللي هو كان ظاهر في الفم يبدأ يختفي واللسة ترجع للوضع الطبيعي. طيب بالنسبة للسيدات الحامل. انت ممكن تبقى راجل بتشوف الفيديو حالا دلوقتي وتقدم الفيديو علشان الجزئية دي ما تخصكش. لا الجزئية دي ممكن تخصك مع اي حد في بيتك مع زوجتك مع بنتك مع اختك. لازم تبقى فاهم وعارف علشان خاطر تبقى عارف اه تنصح الناس دي ازاي وتتعامل معاهم ازاي وكمان توجههم للحاجة الصح ممكن من خلال الفيديو ده. بالنسبة في فترة الحامل للسيدات طبعا اه المفروض انه تضخم اللسة ده بنتعامل معاها بشقين. اول واحد فيهم لو تضخم اللسة ده او نمو اللسة ده بشكل بسيط مش ملحوظ عادي جدا بندي غسول فم وبندي جل للالتهابات وبعد فترة الحامل اللسة بترجع للوضع الطبيعي. طيب لو تضخم اللسة ده ملحوظ وواضح او شكله باين جدا في الفم. وبدأ يغطي اكتر من نص الاسنان. في الحالة دي برضو بنستأزن طبيب او طبيبة النساء وندي مخدر امن جدا ما فيوش اي مشكلة خالص. ونبدأ نعمل ازالة او اصل اللسة في الجزء ده وترجع اللسة للوضع الطبيعي من غير اي مشكلة خالص. يبقى كده في الحالة دي علاجنا الموضوع. تالت سبب وده بيعمل حيرة جوه عيارة الاسنان او بيحيارنا شوية ويخدنا محترين شوية. لما يدخل حد جوه عيارة الاسنان وما عندوش جير خالص وما عندوش اي اللي هو الطبق اللي قبل الجير او بقايا الاكل اللي بتبقى موجودة بين اللسة وبين الاسنان. يعني من الاخر كده واحد بيحافظ على الفم وعلى نظافة الفم وعلى نظافة الاسنان بتاعته. ولكن اه اتفاجئ ان عندو تضخم في اللسة في اجزاء كبيرة جدا. حين بتبدأ الحيرة اللي هو انت ما عندكش سبب تقوله للمريض. فيبدأ طبيب الاسنان يسأله في عندك ضغط في عندك سكر. فمشكلة ارتفاع ضغط الدم او اه مشكلة مرض السكر ان هو في بعض الحالات او في حالات كتير جدا ان هو بيعمل تضخم في اللسة وكمان بيعمل تأثير على العظم بتاع الفك. وكمان المشكلة دي ما بتكونش من وجود اه ارتفاع ضغط الدم بس او من وجود نسبة السكر اللي موجودة في الدم ولكن كمان بتكون بسبب العلاج اللي بيستخدم في تصبيت ضغط الدم او العلاج اللي بيستخدم في تصبيت السكر وممكن في الحالة دي ان الطبيب المعالج مش طبيب الاسنان الطبيب اللي بيعالج ضغط الدم او الطبيب اللي بيعالج السكر يغير نوع الدوة بحيس ان هو يكتب نوع آآ ما يكونش ليه اي اثر جانبي يزهر في الفم او اللاسة او حتى لو لو له تأسير جانبي ما يكونش بالشكل اللي يعمل تضخم ملحوظ في اللاسة وكمان يعمل ازل المريض على الجانب التاني. هو في اسباب كتير جدا ممكن تعمل تضخم والتهاب لكن انا اتكلمت في اهم الاسباب اللي هي ممكن بتقابلنا جوه العيادة وكمان اللي احنا بنشوفها دايما بشكل مستمر آآ ممكن من خلال آآ الفيديو ده او طريقك انت ممكن تكون سبب انك تعرف حد سبب مشاكل دي من خلال انك تشاري الفيديو ده مع اصحابك ممكن تشاره على فيسبوك او على ماسنجر او على واتساب زي ما تحب ممكن تشاري الفيديو ممكن كمان تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان دي بيشجعني اعمل عدد كبير من الفيديوهات بشكركم على المتابعة وسلام عليكم